أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله منامكم أهلا بكم أعزائي المتابعين للقناة وكمان أهلا بكم أعزائي المتابعين للقناة إن شاء الله النهاردة في لقاءنا مع بعض هنتكلم عن تفسير رؤية جديدة وهي تفسير رؤية السيف في المنام فالرجل اللي يشوف السيف في رؤية في المنام وكان يعمل في عمل فيه ترقيات ومناصب فدي دلالة ليه أنه هينول سلطة ومناصب ومراكز مرموقة وده في حالة إنه شاف في الرؤية إنه شاهر سيفه يعني رافع سيفه أما الرجل اللي يشوف نفسه في المنام شاهر سيفه وهو في الحقيقة إنسان عادي بسيط فدي دلالة ليه على إن الله هيرزقه بغلام أو طفل إن شاء الله ذكر والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم وكمان الرجل اللي يشوف السيف في رؤية في المنام فدي دلالة للرأي إنه هينول العزة والقرامة والشرف طيب وإن الرجل شاف رؤية في المنام السيف وكان لونه فضي فدي دلالة ليه على الرزق الكتير والمال الكتير اللي هيجي للرأي وكمان هيكون من مصدر حلال والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم طيب إن شاف الرجل العازب إنه بيحط سيفه في الجراب المخصص ليه فدي دلالة ليه على إنه هيتزوج من امرأة على خلق جيد وكمان جميلة وكمان الكلام ده هيكون في وقت مش بعيد إن شاء الله طيب إن كان الرأي برضو رجل وشاف رؤية في المنام إنه زوجته أخدت منه السيف وكان السيف في الجراب بتاعه يعني بمعنى صح أخدت منه السيف بالجراب على بعضه السيف جوا الجراب فدي دلالة ليه إن الله سبحانه وتعالى هيرزقه بمولود أنثى بنت يعني والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان الرجل اللي يشوف رؤية في المنام سيف ويكون السيف ده مصنوع من الحديد فدي دلالة ليه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن ربنا هيرزقه بولد ويكون الولد ده قوي وشجاع طيب الرجل اللي يشوف رؤية في المنام إن فيه حد طعنه بالسيف بس من غير ما يكون بينهم كتال وتلاحم داخل الرؤية فدي دلالة ليه إن اللي تعنوا في المنام وهو هيكون بينهم في الحقيقة مصاهرة أو نسب وكمان ممكن هيبقى بينهم أعمال تجارية أو مشارية يعني محدش يخاف لما يشوف إن حد طعنه بالسيف في المنام والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامه برضو إن أي حد شاف رؤية في المنام إن حد تاني طعنه بالسيف وأطعه أو أطع أعضاؤه برضو نقول له ما تخافش فدي دلالة على إن نسلك الكتير وكمان هيكون في بلاد كتير طيب رؤية تانية وإن شاف الرجل في المنام إن تم إعدامه عن طريق السيف يعني قطع رقبته نقول له برضو ما تخافش فدي دلالة للرأي بالتخلص من الهموم والمشاكل والمصائب اللي هو عايش فيها في الفترة الحالية وكل دا هيتغير في الفترة القادمة إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب برضو اللي يشوف رؤية في المنام إنه لأ أو وجد سيف لونه دهبي فدي دلالة ليه إنه ليه حق ضايع في الدنيا عند الناس وإن شاء الله سبحانه وتعالى الحق ده هيرجع له من تاني قوله أمين يا رب العالمين طيب إن أي حد شاف في رؤية في المنام إنه ماشي معلق سيفه على جنبه فدي دلالة ليه أو لصاحب الرؤية يعني إنه رجل سوي بيتبع الشرع وبيتبع القانون في حياته وما بيخلفش القواعد القانونية والقواعد الشرعية طيب إن أي حد شاف رؤية في المنام إنه ماسك السيف وبيرقص به فدي دلالة ليه على إنه هينتصر على خصومه أو إن كان طالب بيدرس فدي دلالة ليه على نجاحه في مجال دراسته أو نجاح الرأي عامة في مجال عمله أو حياته بصفة عامة والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم والله يسعد دائما منامكم معلش أنا آسف طولت عليكم شوية بس رؤية سيف من معاني كتير أوي في المنام وكنت لازم يعني أوضح برضو المعاني ديت وده كان بالنسبة للرجل وهنبدأ دلوقتي بقى نشوف بالنسبة للمرأة رؤية السيف في المنام ونبدأ نشوف أول رؤية لينا إن شافت امرأة السيف في رؤية في المنام فالرؤية دي بتدل إن هناك رجل هو اللي واقف في ظهرها وبيحميها وبيسندها وبيسندها وبيمنع عنها أي شر من الناس وده اندل إنما بيدل على الأمان والاستقرار لها في الحياة طيب وإن شافت المرأة الحامل رؤية في المنام إن زوجها ادلها سيف في المنام وكان عطيانوا ليها السيف في سورة هدية فإن شاء الله سبحانه وتعالى والرؤية دي بتدل على إنه على إنها سترزق بمولود زكر والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم والله سبحانه وتعالى أسعد دائما منامكم وكمان إن شافت المرأة رؤية في المنام إنه تم تنفيذ حكم الإعدام عليها بالسيف فدي دلالة لها إن إن شاء الله سبحانه وتعالى على الرزق اللي جايلها في الطريق وكمان هيكون مصدر الرزق ده من مصدر حلال تمام كده وكده نكون خلصنا الكلام عن رؤية المرأة المتزوجة للسيف في المنام وهنبدأ نتكلم عن الفتاة العزباء وإن شافت الفتاة العزباء رؤية في المنام للسيف فدي دلالة لها على نجاحها في حياتها العلمية وكمان نجاحها في حياتها العملية في الأيام المقبلة إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم وكمان برضو رؤية الفتاة العزباء للسيف في المنام فدي دلالة لها على إنها فتاة حسنة الخلق ودلالة برضو على عفتها وشرفها طيب لما الفتاة العزباء تشوف إن فيه سيف جنبها على السرير أو على الفراش وهي نيمة فدي دلالة لها إن إن شاء الله سبحانه وتعالى إنها ستتزوج من شخص ليه مكانة عالية بين الناس وليه شأن كبير في المجتمع والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وكمان رؤية الفتاة العزباء في المنام إنها مسكة سيف وبترقص به فدي دلالة لها إن شاء الله سبحانه وتعالى بقرب زواجها ونقول لها ألف مبروك إن شاء الله طيب وآخر رؤية لينا النهاردة في اللقاء دوت وإن شاف المريض رؤية السيف في المنام أو إنه تم إعدامه أو قتله بالسيف في المنام فدي دلالة ليه إن شاء الله سبحانه وتعالى على شفاءه في القريب والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وهنا إنه نكون وصلنا لآخر اللقاء وإن شاء الله يجمعنا لقاءات كثيرة في الأيام المقبلة وانتهينا من تفسير رؤية السيف في المنام واشكركم لحسن استماعكم وحسن مشاهدتكم وأسعد الله دائما منامكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته